في سياق متصل أبدت فنلندا رغبة حظيرة في تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد 2 فيما تدرس حكومات أوروبية تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية ونقلت وكالة أنباء ستيتي عن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو قوله إنه إذا شكل برنامج مساعدات أوروبي مشترك في هذا الصدد فستكون هناك حاجة إلى مساهمة من فنلندا أيضا أشار إلى أن فنلندا في وضع خاص حيث لم تحصل على عضوية حلف شمال الأطلسي بعد ولها حدود مع روسيا